جاهزين يا جماعة نعم حكيم جاهزين محاضرتنا اليوم صغيرة خلينا نبلش لزمنا نبلش التسجيل السلام عليكم ورحمة الله مساء الخير المحاضر الماضي بدأنا بالحديث عن أمراض البنكرياس وأهم الأمراض الالتهاب البنكرياس الحاد يلي هو أحد أهم الحالات الهضمية اللي بتستدعي القبول في المشافي أي مشافة في قسم هضمية بشكل شبه دائم في مرضى التهاب بنكرياس الحاد التهاب بنكرياس المزمن يلي بنحكي عنه اليوم بصراحة ببلادنا نادر جدا أما بالغرب هو شائع وهو معضلة بسبب شيوع إدمان الكحول اللي هو السبب الأول بامتياز التهاب البنكرياس المزمن الموضوع التاني ما نحكي عنه اليوم سرطان البنكرياس يعني نوعا مشائع وعم نشوفه يمكن يعني بالجراحة بتدرسوه بتفصيل أكبر كده أخليه خاصة هضمي لازم يعني دائما نشك بسرطان البنكرياس خلينا نبدأ مع التهاب البنكرياس المزمن ما يحصل فيه التهاب البنكرياس المزمن هلا بالالتهاب الحاد هو تفعيل باكر لطلائع الأنزيمات الهاضمي بصير هضم ذاتي بصير تخرب أنسجي بتطلق استجابة التهابية جهازية مثل ما حكينا أما بالالتهاب المزمن عم سير عنا عملية تليف تخرب في بنية الجزر لانجرهانس وأيضا العنابات البنكرياسية تصويرية مشوف تكلسات في جسم البنكرياس وفي تشوف القنوات البنكرياسية في توسع وفي تضيق إذن تعريف التهاب البنكرياس المزمن هو تعريف تصويري مع تشريح مرضي إذن التليف والتخرب يؤثر على عنابات المفرزة للأنزيمات هالشيء بيعمل لنا عصر هضم بسبب نقص الأنزيمات البنكرياسية الضرورية لهضم الدهون والبروتينات والقصور داخل الإفراز بيعمل لنا دأس الكري بسبب نقص الأنسولين وأيضا بيكون تدبيره صعب بسبب نقص الجلوكاكون سريريا كيف هي تظاهر؟ أهم أعراض التهاب البنكرياس المزمن هو الألم الألم البطني بيكون مزمن ممكن يجعلى شكل نواب من الألم الماغس أو يكون ألم مستمر بشكل دائم ليل النهار هو أهم شكاية بتدفع المريض لمراجعة الطبيب وأهم مشاكله أن يدفع المريض إلى إدمان المسكنات المركزية سبب الألم في التهاب البنكرياس المزمن أن الرشاحة الالتهابية أو العملية الالتهابية بتصيب التفرعات العصبية في البنكرياس إذن هو عبارة عن تخريش لنهايات العصبية في البنكرياس لذلك من أشوف أن أكثر علاج مجدي هو استقصال البنكرياس بالكامل سوء امتصاص الدهن والبروتين مفسر بسبب غياب اللباز وغياب التربسين والكيموتربسين طبعا لا يظهر سوء الامتصاص إلا بعد يعني يتخرر تقريبا 80 إلى 90% من البنكرياس سوء امتصاص الدهن بيعمل عند المريض إسهال دهني سوء التغذية البروتينية بيعمل عند المريض نحافي وهزال وضمور عضلي أما الداء السكري ليه صعب الضبط نحن عم بتتخرب الخلايا المفرزة لي الأنسولين وأيضا الخلايا المفرزة لي لجلوكاكون فحصرا العلاج بالأنسولين ما في آلية رافعة لسكر الدم عند هاي المرضى فبيتعرضوا كتير لنوب من هبوط السكر وهبوط السكر بتاخدوا بأمراض الغداد أخطر حتى من ارتفاع السكر عند المريض ممكن مريض داء سكري ينام بالليل يتعرض لهبوط سكر طول الليل هناين يدخل بغيبوه بدائما ما يفيق يعني يصير مريض المعاق أو يصير يعني ينتهى الأمر بالوفاة فالداء السكري الناجم عن التهاب البنكرياس يعني حتى أحياناً يصنف كصنف مستقل عن الطايب 1 والطايب 2 يعني الطايب خاص بيه التهاب البنكرياس المزمن علاجه فقط بالأنسولين يفضل تجنب الأنسولين السريع أنسولين كاعدة أو مديد وبجرعات صغيرة بحذر خشية هبوط السكر موضوع سوء امتصاص الدهن والبروتين علاجه بالأنزيمات الهاضمة المستحضرات الموجودة عنا بالأسواق مثل سباسما كولوناز وميزيم وتريزيم فيها تركيز ضعيف جداً من الأنزيمات الهاضمة يعني إذا ما نوصف لمريض عنا بريأخذ تقريباً علبة من الأدوية المتوفرة بأسواقنا مع كل وجبة تقريباً 15 إلى 20 حبة من الأنزيمات الهاضمة المتوفرة محلياً لتعطي الجرعة اللازمة منها اللباز ومن التربسين لألم البطني المزمين ممكن نعالجه دوائياً وغالباً ما يستفيد إلا على المسكنات المركزية وهذا الشيء يدخي المريض بالإدمان أو نعالجه جراحياً في عنا عدة تقنيات للجراحة التكلسات بالنسبة للتشخيص التكلسات ممكن نشوفها على صور مختلفة هون عنا صورة بطن بسيطة واقفة والأسهم عنا بتشيرنا تكلسات ناعمة ومنتشرة في سرير البنكرياس طبعاً إحنا ألم بطني مزمين بديكون عنا شك يا أما المريض عنده نوب التهاب بنكرياس حاد متكرر أو مريض مدمين للكحول من شك أنه التهاب بنكرياس مزمين هون على الطبقي ما بعرض الثالثة على السهم عندك هاي جسم البنكرياس في دوائر بيضاء في منتصف الصورة هاي عبارة عن تكلسات هذا تصوير طبقي محوري بدون حق المادة ظليلي جسم البنكرياس في منتصف الصورة وفي عدد دوائر بيضاء تعبر عن تكلسات كبيرة في جسم البنكرياس هاي عنا أيضاً طبقي محوري ولكن المقطع جبهي يعني المقطع أمامي خلفي مقطع جبهي والأسهم عم بتشير إلى توسع شديد في القناة البنكرياسية وفي عنا هاي الأسهم اللي عاش كله مثلة السهمين اللي على يمين الصورة عم بيشيره إلى تكلسات واضحة في ذيل البنكرياس إذن شكلياً على التصوير منشوف تكلسات في برانشيم البنكرياس ومنشوف توسعات وتضيقات في القناة البنكرياسية شفنا الصورة على الصورة البسيطة على الطبقي وهون عنا رانين مغناطيسي هذا برنامج خاص بالرانين اسمه MRCB MR يعني رانين ماغناطيك ريزونانس والCB يعني كولانجيو فانكرياسوغرافي يعني تصوير الطرق الصفراوية والبنكرياسية بالمرنان فعلى التصوير بالمرنان عنا الأسهم عم بتشير المثلثات عم بتشير إلى تضيقات في القناة البنكرياسية هذه القناة البنكرياسية من أقصى يمين الصورة ماشي من الذيل إلى الجسم وعنا على يسار الصورة هذه المرارة وجنبها القناة الجامعة النجمات اللي على الصورة عم بتشير إلى تكلسات في جسم البنكرياس إذن التغيرات الشكلية من توسع وتضيق في القناة وتكلس في البرانشين ممكن نشوفها على الطبقي أو على الرانين الماغناطيسي أو حتى على ERCB أو الإيكو عبر التنظير الوسائل التصويرية المختلفة بتشوفنا هالشذوذات التصويرية لكن غالباً هاي المشاكل ما نشوفها إلا في مراحل متقدمة يعني لا يوصل التعب بنكرياسي مزمن لمراحل متقدمة لنشوف هل تشوف القناة البنكرياسية وهالتكلسات في المراحل الباكرة يصعب جداً التشخيص ولذلك يتأخر التشخيص هاي صورة ERCB يعني عنا منظار دخل إلى العفاج وحقاً مادي ضليلي صور القناة الصفراوي الجامعة هاي إلى أعلى الصورة وهون السهم كاتب الناستون في منتصف الصورة عم يصور حصات ضمن القناة البنكرياسية ال-ERCB هو عبارة عن إجراء تصويري وعلاجي يسمح به تنظيف القناة من الحصيات وأيضاً إصلاح التضيوقات طبعاً نسبة قليلة من مرضى التهاب بنكرياسي المزمن بيستفيده من العلاج بال-ERCB مع أنه ال-ERCB ممتاز في استخراج الحصيات وفي توسيع التضيوقات لكن الألم ما هو سببه بس الحصيات سبب الألم في التهاب البنكرياسي المزمن هو العملية الالتهابية المخرشة لفروع الأعصاب في برانشيم البنكرياس إذن حتى لو عملنا للمريض ERCB وسعنا القناة ونظفناها من الحصيات احتمال كبير ما يستفيد من العملية هاي عنا تقنية تصويرية أخرى اسمها الإيكو عبر التنظير مثل المنظار الهضمع في براسو بروب للتصوير بالأموات شوكت الصوتية يعطينا صور بدقة ممتازة جداً وعنا هذا الظل الأسود في أسفل الصورة هاي عبارة عن قناة بنكرياسية متوسعة بشدة وجسل البنكرياس في نقط بيض اللي هي التكلسات إذن نفس الشذودات عم نشوفها بعدة وسائل تصويري مختلفة أهم الاختلاطات الناجمة عن الكهاب البنكرياسي المزمن بالإضافة للي ذكرناهن الألم اللي بيدفع لإدمان المسكينات والداء السكري والهزال بسبب سوء التغذية أيضاً ممكن تشكع عنا الكيسة الكاذبة والخراجة الكيسة والخراجة هي من اختلاطات الالتهاب الحاد أو المزمن والحصيات نتيجة توسع القناة والركودة بتشكل حصيات فممكن أيضاً اتفاقم بالألم عند المريض والتضيقات أيضاً بتشكل نتيجة الالتهاب المزمن والتليف في مسار القنوات أيضاً ممكن يمتد التضيق إلى القناة الصفراوية بتعمل عند المريض يرقان انسدادة خاصة مسار القناة الصفراوية في الجزء الأخير منه بمرخل في رأس البنكرياس فممكن يعمل لنا تضيق في القناة الصفراوية ويعمل عند المريض يرقان انسدادة هاي عنا صورة لكيسة كاذبة في البنكرياس والنجمة عم بتشير إلى المعدة كيسة كاذبة كبيرة ضغطة على المعدة بشدة العلاج العملي عنا ببلادنا باختصار هو استقصال كامل للبنكرياس يعني منشوف حالي أو حالتين بالسنة فالجراحين بيخللنا خلص استقصى البنكرياس وارتاح غالب الحالات منشوفها عنا مثلاً أطفال عندهم دقلي في كيسة عبير الالتهاب متكرر أو الالتهاب بنكرياس عائلة مجهول السبب عم ينكس عدة مرات أو الالتهاب بنكرياس حصوي يعني صفراوي المنشأ هاد بيكون مهمل ثلاث أربع هجمات بدخل بالالتهاب مزمين تسكين الألم منحاول يعني قدر الإمكان نتجنب المسكينات المركزية لأن أحياناً الألم سبب الحالي النفسي عمد المريض ممكن جزء من المرضى يستفيده من مضادات الاكتئاب بجرعات بسيطة القصور خارج الإفراز قلنا يحتاج إلى جرعات كبيرة من الأنزيمات الهاضمة خمستحضرات فموية تقريباً منا تبينين ألف وحدة من اللباز لأدوية عنا في فيها ثلاثة ألاف خمسمية أو أم على الف Buddhist على الصائع على الصائم واستشرنا الجراحة العامة كان الرأي اللي قرروا ونفزوه هو استقصال كامل البنكرياس موضوعنا الثاني اليوم هو سرطان البنكرياس سرطان البنكرياس يعني الشائع نوعا ما نشوفه بالممارسة تقريبا لا يكاد يمر شهر إلا بتجينا حالي هو سرطان سيء الأنذار للأسف بحكم البنكرياس بوقعه في منتصف البطن قريبا على الشريان الأبهر والمساريق العلوي والأجوف السفلي حوالي عقد لنفاوية مهمة فيعني غالبا يكتشف بمرحلة متقدمة بيكون منتشر تقريبا عشرين بالمئة من الحالات فقط يكتشف بيكون ريسكتبل أو قابل للاستقصال الجراحي عوامل خطر دي بتذكرى الدراسات التهاب البنكرياس المزمن أحيانا في الحقيقة يصعب التفريق بين التهاب البنكرياس المزمن وسرطان البنكرياس يعني ألم بطنة مزمن ويرقان انسدادي ونقص وزن هاي الأعراض بنشوفها مع كلا المرضين شوي بيكون الترقي أسرع مع سرطان البنكرياس لكن ممكن التهاب مزمن وادة تحول إلى سرطان لهالشيهات كمان شي يدفع الجراحين عنا انه يستقصدوا البنكرياس بالكامل ممكن مريض هلق داء السكري النمط الثاني لما بيبدأ عادة بيبدأ بعمر أربعينات خمسينات لكن إذا مريض عمره خمسة وستين سنة فجأة بدأ عنده داء سكري من شك أن هذا لا سرطان بنكرياس ما هو مجرد داء سكري عادي لكن أحيانا داء السكري النمط الثاني يقال أنه على المدى البعيد أيضا يحمل خطورة سرطان بنكرياس والبدان المرضية على فكرة البدانية يعني النسيج الشحمة ما هو نسيج خامل وإنما مفرز للهرمونات ففيه دراسات كثيرة بتربط البداني المرضية مع كثير سرطانات مثل سرطان اللي تدي سرطان الغد في المريء كثير أوران مرتبطة بالبداني بسبب النشاط الهرموني للنسيج الدهني من بنات سرطان البنكرياس سريريا غالبا المريض بيكون متقدم في السلة كم صراحة مشوفه حتى عن مرضى شباب بالممارسة أهم عرض عم نشوفه هو نقص الوزن يجينا مريض أني أنا ما عملت رجيم أو شيء نزل وزني 10-20 كيلو فدائما نحن نطلب طبقي مع التركيز على البنكرياس ممكن يشكل من ألم بطني مزمن لكن الألم يعني نحن مستقصي أولا بالتنظير أهم الشكاية يعني كممارسة عملية عم نشوفها هي نقص الوزن ممكن أن يتظاهر سرطان البنكرياس كالتهاب بنكرياس حاد حقيقي أن الورم صار عند رأس البنكرياس سد القناة البنكرياسية فأجانا بنوبة التهاب بنكرياس حاد ممكن يجينا على شكل بدء مفاجئ لداء سكري عن مريض كهل عن مريض مسن لأن الداء السكري قلنا يبدأ في منتصف العمر تقريبا وممكن أن نسميه اليرقان الإنسدادة غير المؤلم اليرقان المؤلم غالباً يعبر عن حالة التهابية مثلاً حصات سد القناة الجامعة بيجي المريض متألم أما المريض لما بيجينا مريض مسن عنده يرقان وما له متألم وكل ما أحس بشيء ويومين بطيب الأبو صفار غالباً بيكون عنده سرطان في البنكرياس أو في الطرق الصفراوية سريرياً ما نلاحظ يا أما المريض ذكر أني عابد نزيل وزنه أو علامات الدنف أو الهزاء اللي منقصت فيها من وجه المريض بيكون العظم الوجني بارز منسميها القوس الوجني هاي بين الوجنة والإذن بتكون بارزة بسبب ضمور عضلات الخد والعضلات الصدغية منشوف العينين أيضاً بارزتين بفحص الإيد منشوف العظام الصنعية مش طديات بيكون هاي واضح ضمور شحم الإيد وبشكل عام بيكون المريض نحيف وهزيل ممكن جس عقد لنفاوية متضخمة أي مريض عنده ألم مزمن يفضل ينعملوا فحص شامل للعقد اللنفاوية عقدة الشرسوف بتتسمى عقدة سيستر ماري جوزيف والعقدة فوق الطرقوي اسمها عقدة فيرشو هاي عقد مميزة لسرطان المعدة وسرطان البنكرياس اليرقان قلنا معها الخباثات غالباً ما بيكون الألم شديد علامة كورف وازهي جس بيسموها مرارة إيجازية مرارة بتكون مستسقية بشدة بسبب اليرقان الانسيداتي غالباً بتترافق مع سرطان في الطرق السفراوية أو في البنكرياس الورن بيكون الترقي يعني ما بيسرعة ترقي الانسيدات تبع الحصيات فما بيترافق مع ألم واضح وبيترافق مع استسقاء شديد في المرارة أهم الواسمات لسرطان البنكرياس وأيضاً الطرق السفراوية هو المخصور هم بالسطر الثاني ارتفاع الفوسفاتاز قلوية أشد من ارتفاع الاس جي بيتي أنه علامات يرقان أو علامات ركودة صفراوية البيلروبين يرتفع مع المشاكل الانسيدادية وأيضاً يرتفع مع مشاكل التهاب الخلية الكبدية فنحن منطلب مع اس جي بيتي ومنطلب فوسفاتاز قلوية فارتفاع الفوسفاتاز القلوية إذا كان هو المسيطر هذا بيوجهنا نحو آفي انسيدادي هون هاي صورة إيكو عم شوفنا كتلي غير متجانسة عند رأس البنكرياس هاي إلى يمين الصورة هاي جسم البنكرياس هذا الخط الأسود هذا الوعاء الأفق هو الوريد الطحالي ماشي تماماً بمحاذاة بمحاذاة الجسم البنكرياس وعن هذا المقطع العرضي في الشريان الأبهر وهون الوريد الأجواف السفلي هون صورة طبقي محوري إلى يسار الصورة الكبد والمرارة والأسهم الحمراء الأربع عم بتشير إلى ورم في رأس البنكرياس وهاي الجوف الأسود المدور في اليمين والأمام هو المعدة طبعاً بالمقطع الطبقي نحنا نتخيل المريض مستلقي على ظهره ونحنا واقفين عند قدمي المريض وعم نطلع يمين الصورة هو يسار المريض ويسار الصورة هو يمين المريض العلاج نحن نحاول نعمل جراحة الجراحة اسمها جراحة ويبيل تاخدوها بالتفصيل التقنية بالجراحة أكثر يتم استقصال البنكرياس كاملاً مع غالباً العفاج والعقد اللي نفاوي حيث يمكن ينشال معهم غار المعدة وتنشال المرارة طبعاً أقل من 20% من سرطانات البنكرياس بتكون قابلة للاستقصال عند اكتشافه وهي أصولاً أن نعمل للمريض إيكو عبر التنظير ونتأكد أنه ما في غزو للأوعية إذا كان الورم غير قابل للاستقصال نحن كيف نلطف اليرقان والحكة في عنا انسدات صفراوية يجرى للمريض تنظير طرق صفراوية وتركيب شبكة من أجل تصريف الصفراء المحتبسة هاي بتلطف أعراض الصفار والحكة ممكن شوي تحسن استجابة المريض للعلاج الكيميائي وتعويض الخمائر البنكرياسية اللي تحسين أعراض سوء التغذية عند المريض وقلنا المريض سيحتاج إلى جرعة كبيرة من الحبوب حتى يعوض الشيء اللازم للحد الأدنى من التغذية موضوعين اليومان كتير يعني على أهمية بسبب ندرت أنه عما أهم الشيء في المحاضرة أنا عارف من شك بسرطان البنكرياس ومنطلب الأطبقي محوري وفضل عالي دقة متعددة الشرائح مع التركيز على البنكرياس ما بيضيع التشخيص إن شاء الله شكرا لإستماعكم بتمنى لكم التوفيق إذا في أسئلة تفضلوا حكيم ما أملاقي عندك بالاستاذاتات حكيم ما أملاقي عندك بالاستاذاتات فيه اختلاف الشخص على المعلومات الموجودة بالمقرر يعني فيه شيء زيادة المطلوب هو المقرر البيري افل بعد تلك النيابس تمام طيب تمام شكور حكيم ما أمضح لها بنفتح المقرر وحط بالله الأسئلة الله تكافي دكتور دكتور بس بعد إذنك مكتوبة عانا بالكهب من كرياس المزمن بالاختلاطات حصيات سبب ولا اختلاط بالحصيات لا غالباً بتكون اختلاط وبتفاقي بحالي التهاب المزمن هو لأن الحصيات هي من الأسباب للحاد التهاب الحاد بس أنه هون شفنا مكتوب بالاختلاطات المزمن أنه حصيات حصيات للقناة البنكرياسية الحصيات الصفراوية تنزل على البنكرياس بتعمل التهاب حاد أما الالتهاب المزمن الحصيات أيوة الحصيات هي السبب للتهاب حاد أما هي ممكن تصير اختلاط لمزمن الحصيات المرارة يلي نزل على البنكرياس بتعمل التهاب حاد تمام ايه تمام ها اخدنا هذا السبب يعني صاد الحصيات هي السبب الالتهاب بنكرياس ها الضحية بس هون هنه مر ما ندوم بالاختلاطات المزمن المزمن بيعمل تلايف بالقناة بصير ركودة فبتتشكل حصيات بدئية حصيات بنكرياسية هاي هاي غير نوع من الحصيات ايوه تمام ايوه هنيك حصيات كانت سبب للحد هون حصيات صارت اختلاط نتجة عن الركودة ايه وهاي بتنتج بقى بتسد قناة البنكرياسية وبتفاقم وبتسرع من الالتهاب المزمن حكيم لو سمحت ايه تفضل اه دكتور ايم المنقول اه اصبح مزمن الم البطني الم البطني صار مزمن وشو التشاخص ما سمحت السؤال منيح كأني عبتقول للألم البطني عموما القلم البطني المزمن بدي يكون اكثر من ثلاثة شهور تقريبا وشو التشاخص تفيدين ايه هون اسباب كتيرة يعني يعني منها عصر الهضم الوظيفة القرحة الهضمية القرحة العفاجية اه حصيات المرارة التهاب بنكرياس مزمن الكولون العاصر بالاي بي اس التهابات الكولون بانواع من نناخدة اورام البطن كله في يعني في كتير اسباب دكتور هل التكلسات نفسها الحصيات بصير على التكلسات في الاتهاب المزمن التكلسات هي نفسها هي حصيات ماسكرية الحصيات ضمن القناة التكلسات هي برانشيب البنكرياس يعني الخلايا البنكرياس اه ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر